عايز اتكلم كحكاية بس ايه بقى هتعالوا نركز مع بعض كده وناخد نفسنا ونبقى هديين ونحن بنسمع بعض يعني سمعك واسمعني انت كمان بمنتهى الهدوء وهنقول كلام اتمنى يكون موضوعي ومنطقي من وجهة نظرك هو من وجهة نظرك اكيد هيبقى موضوعي ومنطقي يعني ده رأي بس اتمنى انت كمان تتقبله وهقول كلام هحاول اقوله بالمنطق وحدة وحدة يعني فيما يخص الحكاية اللي دمها تقيل جدا جدا من اولها الاخرها بتاعة الشيبي واحسين الشحات هتقولي دمها تقيل ليه هقولك دمها تقيل من اللحظة اللي تجاوز فيها احسين الشحات مع الشيبي مرورا بكل الاحداث مرورا بكل حاجة الكل في الحكاية دي غلطان الكل بس هذه سابقة في تاريخ كرة القدم المصرية وربما العالمية ان لاعب كرة وهو في ارض الملعب يتجاوز تجاوز غير مقبول على الاطلاق ويتم ويتم تصعيد الامر للمحاكم المحاكم المدنية ويتم الحكم عليه بالحبس بالسجن مع اقافة التنفيذ لمدة سنة طبعا القانون ياخد مجرأة والقانون صحية في كل احوال بتكلم هنا على ايه احنا ليه خدنا الكرة من ارض الملعب وروحنا لعبنا بها في حتة تانية بص همشي لك واحدة واحدة نمشي بس بتسلسل الاحداث اول حاجة حسين الشحات عمل خطأ كبير يرتكب يعني يعني يرتكب ما هو اقرب للجرم بس في ايه في ارض الملعب وتطول على اللاعب المحترم محمد الشيبي وكلنا هنا مفيش مش كلنا مفيش بنا ادم عائل هيقول ان حسين الشحات ده عمله صح اكيد عمل خطأ كبير اللاعب اعتذر والنادي الاهلي عقبه وخد عقوبة من ربطة الان دي ادي اول واحد خد عقوبة ايه مبارتين وغرامة عشرين الف جنيه فراح الشيبي ومع ندي اقول ان خلينا في الشيبي قالك لا والله دي العقوبة دي ضعيفة جدا مش على قد الجرم فراح صعد الموضوع للمحاكم المدنية وهنا يشاهد ويتابع لجان واتحاد الكور يتابعوا بس من بعيد لا بروح المحاكم المدنية ده فيه بند في في اللاجل الاندباط انه ماينفعش اللعيبة تروح للمحاكم المدنية ولا حد ايه ولا حد بيتكلم ماشي روح الراجل محكم المدنية وخد الحكم اللي هو سنة مع ايقاف التنفيذ بعد كده اتحاد الكور رح عاقب الشيبي بست مباريات وغرامة مئة الف جنيه وهنا بدأت خناقة تانية يعني الراجل حسين الشحات اللي ضرب الراجل الشيبي ياخد مبارتين والشيبي ياخد ست مباريات الشحات ياخد عشرين الف جنيه غرامة والشيبي ياخد مئة الف جنيه غرامة اقولك مفاجأة لتنين العكوبتين وليلين جد بس خد المفاجأة الاكبر العكوبات دي يا فندم اللي في اللائحة اللي موجودة اللي اتبعتت لكل الاندية اول الموسم ومضوا عليها موافقين نلعب باللاحة بتاعة العكوبات دي لائحة البطولة دي احنا موافقين عليها فالناس في ربطة الاندية لما جوم عاقبه حسين الشحات البندي مكتوب كده سلوك غير رياضي يعاقب عليه مبارتين وغرامة عشرين ألف جنيه فعقبه بمبارتين وغرامة عشرين ألف جنيه التاني الشيبي لو حضرك روحة المحاكم المدنية هيبع عندك ست مبارات ومئة ألف جنيه اهي العكوبتين قليلتين جدا بالنسبة للحاكتين اه طبعا بس ده احنا موافقين عليه بالمناسبة يعني لقاحت العكوبات في اتحاد الكرة يعني انت او في ربطة الاندية او في اتحاد الكرة اللجان كلها داخلة ببعض خمس ست ورقات النهاردة كنت بسرش كده بفرج على اللايحة بتاعة العكوبات في البريمير ليج لقيت رعلي حوالي تمنمائة صفحة بالتفاصيل المملة وإيه بقى في البريمير ليج لو ارتقت اللجنة ان هتزود العكوبة والعكوبة من كذا لكذا ولو اللعب قدم الاتماس طب الاتماس ما تقابلش فهياخد العكوبة القصوة لا ممكن تنزل العكوبة الأصلية المباراة واحدة بدل المباراة في تفاصيل احنا ما بنعملش الكلام ده احنا كاتبين سطر من انجز يعني كلنا مرتاحين على ده ومماشيين عليه فتمام الخلاصة ايه الخلاصة ان حسين الشحات لما تعاقب مبارتين وعشرين ألف جنيه لو تعاقب عكوبة غيرها كان يبقى اتحاد الكرة واللجنة المسابقات عملت جرم كبير جدا ليه عشان هو ده اللي مكتوب في اللايحة عشان بس الناس عما تقول لك ايه مابرامتز وبيشيبي شيبي ليه حق يعمل كده عشان العكوبة قولي يلا يعني يا فندم اللي في اللايحة اللي انت موفق عليها كبيرامتز ولموفق عليها الاهلي ولموفق عليها شيب ولموفق عليها حسين الشعاب ولموفق عليها كل أنداف مصر سيبك بقى من كل ده هل حالك تعرف وانا اياسف في اللفظ يعني حسين الشحات اللعب الدولي لعب اللي لعب مع النادي الاهلي اللي عمل تاريخ ولي 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 كل الكلام العظيم ده الراجل ده بعد حكم المحكمة بقى راجل عنده سبقة لعيب كورة اتخانق في الملعب بقى عنده سبقة يعني النهار ده عاد تعرف القانون كمان يعني لازم بعد ثلاث سنين لو ما ارتكبش جرم تاني او مشكلة تانية او ما تحكمش عليك حكم تاني فكده الصحيفة بتاعته هتبقى بيضاء ترجع تاني بيضاء ايه ده لعيب كورة ما تقوليش اصلا حاجة مهينة ما انا عارف انها مهينة حاجة دمية تيلي اللي عملها حسين الشحاد مع الشيبي بس كم لاعب ضرب لاعب في الملعب وادى له بالكومية وادى له بالكوع وضرب بالقلم وبسك عليه كم دي حاجة شفتها في العالم كله بعدين احنا مش بنلعب تانيس يعني ايه مش بنلعب تانيس مش بقول مثلا الحاجات دي عادية بس اقصد انه دي كورة في العالم كله فيها تجاوزات ده زدان زين الدين زدان هذا اللعب المهزب جدا ضيع كاس علم على فرنسا عشان راح نطح مطرات زي لما شتموا بخته اصلا بس ما رفق ما فيش حد رفق على التاني قضية ليه في الملعب نتحاسب بقى رياضان زي ما انت عايز ما نطلعش برا الملعب يا جماعة دي حاصلت امتى في حياتنا دي ازاي حد قبل ان الموضوع دي عدي كده مرور الكرام ده كده بكرة اه على فكرة في منطوق الحكم او في نص الحكم او حسيات الحكم شوف انا بقي تقول كلام قروني جدا انه العقوبة دي اه تم توقيع او الحكم ده تم توقيع عشان كمان في سب وكسف انت عارف حراك يا فندم اللعيبة بتعمل في بعض ايه في الملعب لعيبة ومدربين وحكام انت عارف ده مش في مصر في كل حتة في الدنيا يعني تعارف في الشتيمة اللي رايحة جاية مش بقول ان ده صح بس ده الواقع يعني تعارف يعني دلوقتي مثلا انا بلعب ده انت حراك لما بتأجر بلعب خماس انت وصحابك بتشتمو ببعض انا برضو مش بحللها مش بقول انها صح لازم بقى محترمين ومهزبين بس دي حاجات بتحصل عشان دي لعبة حماسية شوية وفيها شوية حاجات في البربية الليج في اسبانيا في اي حتة بكرة بقى هيحصل ايه انا ليه متنرفز او كده متنرفز عشان حسين الشحات خلاص بقى يعني حكايته انا مش متنرفز عشان كده بتنرفز عشان احنا كده بنرسي قاعدة كارثية انو اللاعب اللي هيتجوز على لاعب في ارض الملعب بالالفاظ هالتاني هيروح يرفع عليه قضية بلاش الحاكم اللي احنا بيقول عليه قاضي في الملعب ده انا اللاعب اللي هيجي يعترض علي ولا يتجوز معايا ولا يزقيني هروح ارفع عليه قضية هنعيش بقى هنعيش هنعيش حياة صعبة جدا فالموضوع ده كان لازم يتقفل من بدري مسئولية كبيرة جدا كان لازم يتحل بسرعة كان لازم يفيد لدخلات كبيرة ومهمة من المسئولين عن الكورة ان الموضوع ده ما يكبرش ازاي سمحتوا انه لاعب دولي يبقى عليه حكم بالحبس ازاي انا مش بصدق انت عايب لو الشحات كان يتخانق مع الشيبي برى ارض الملعب في الشارع يعني ما يتحبس انا مش افري بالعكس ده اقول لك ده لازم يتعاقب ويتحبس ويتاخد اقصى عقوبة حبس كمان ده في الشارع بتخلوه مع بعض في الشارع مش بحلل اللي عمله حسين الشحات افهمني انا مش بحللوه ابدا سده حصل في ارض الملعب بل بيردي كان ليه وقعة من كام شهر كده مع لعب في فيا ريال وهم طالعين بره بره الملعب بقى في الشارع كده وهم بيركبوا البساط الاوتوبيسات راحت ده واحد من فيا ريال كومية ورام له وش كمانات جابت وش اللعب وارم راح رافع عليه قضية وترفق يعني ما كانتش الاعدلة ما كانتش كاملة فخلاص ترجمة نانسي قنقر